من قناة الجديد في بيروت مساء الخير في السابع عشر من حزيران الماضي وصلت كاثرين أشتن إلى لبنان ووضعت سرها عند نجيب ميقاتي وهمست في أذنه أن الاتحاد الأوروبي لم يجد لتاريخه تأييد نصف أعضاء الاتحاد لإدراج حزب الله في لائحة الإرهاب وأن الذريعة البلغارية سقطت بتراجع صوفيا عن الاتهام شهر وخمسة أيام كانت مدة كافية لكي تتسلل أمريكا وأسرائيل إلى قلب نقاط ضعف الدول الرافضة لإقناعها بالعدول عن موقفها تحت قرقعة سيوف الترغيب لم تكن الاتحاد الأوروبي مصالحه في هذه الخطوة وهو الذي تنشر دوله عناصر اليونيفل على طول الجنوب وعرضه وجنوده الزرق والصمر والشقر ينعمون بأمن حزب الله ورعايته غير المرئية في الديار الجنوبية ولم يكن في يد الاتحاد في المقابل أي مضبطة اتهام ولا أي عناصر أدلة بعد خروج بولغاريا من السباق لتستقر الأسباب على أدلة بمن حضر محصورة بتغيير حزب الله للمعادلة السورية بعد سقوط الاخصير هي سوريا إذن التي دخلها حزب الله فوجا واحدا فيما غزتها أفواج إسلامية عربية مؤللة تجاهد حاليا في ساحاتها وليس في نية أمريكا ولا أوروبا إدراج هذه الأفواج في لوائح الإرهاب حاليا لأنها تعمل للتقلص منها في أرضها فيما تطلب رضا قواعدها في أسقاع الدنيا وتتوسل أمريكا اليوم التفاوض مع حركة طالبان وأمرائها وملالها بعدما اتهامتها بتنفيذ اعتداءات الحادي عشر من أيلول ودمرت أفغانستان على رأسها على جبهة رد الفعل فإن حزب الله لم يصدر موقفه بعد لأنه ليعلق على خبر غير رسمي لكنه سيعتبر هذا القرار عدوانا وقرارا إسرائيليا أمريكيا ظالما بلا مبرر ملموس ودليله أن أول رد فعل مرحب به جاء من أسرائيل التي رأى رئيس حكومتها أن القرار انتصار للديبلوماسية الإسرائيلية وحزب الله في المقابل عسكري من رتبة المقاومة له على صدور الناس أو سمة شرف قاتل واسترجع أرضا محتلة وليميز اليوم بين جناح وجناح فكلهم جنود عند الله يرزقون النصر للأرض والعالم الأوروبي والأمريكي لم يحاسبه في السابق على أعماله المقاومة أو على أعماله المقاومة بل تدخل عندما أصبح للحزب موطئ قدم في سوريا والإرهاب لوائحه محليا والجديد تلاحقه صورة بعد الصوت مشهدا مشهدا وزاوية زاوية وبعد شريط الأمس نقدم إليكم شريط بنك عود الشهير الذي استنجد به الأسير نفسه وطلب عرضه